مساء الخير معلش انا بعتذل لحضراتكو البس زي الزفت يعني والنت فانا هعيد تاني محاضرة الهكسوس. الست ده اللي نزله هنتزلهم تاني يعني في فيديو بقوا معاكو لكن هنتكلم على الهكسوس كجزء من الجزء التاريخي والحيانا خطوة جادها كتير والتها يمكن في الفيديو او في البس المباشر اللي النت ما خدها متناش كتير. لكن هرجع مع حضراتكو نتكلم على الهكسوس. الهكسوس زي ما اتفعت ان هي ما فيش شعب عندي اسمه الهكسوس. مفيش دولة اسمها الهكسوس. مفيش حضارة اسمها الهكسوس. يعني ما عدرتش اقول الحضارة الهلال الخصيب وحضارة الهكسوس. انا لو عفكركم ما انا ما انا بشرح وبتكلم معاكم عن سنوهي في الوصل الاثناشر. قلت لكم ان سنوهي حدثت معاها مشكلة كبيرة وانه كان من ضمن الناس. لما راح حدود مصف الشريح اللي حارب الناس اللي اسمهم الحكاة خسود. اللي بعد كده مانتون والمؤرخين اليهود بعد كده اخدوها منه. وقالوا اه حكاة خسود تبقى هي الهكسوس ملوك الرعاة. وبدوا يلعبوا عليها الناس دول. ويقول لك اصلي سيدنا يوسف جاء يمهم وخرج يمهم. الكلام ده بعيد تماما عن الصحة. وبعيد مرة تانية وتالتة وربعة وعشرة. ارجو قال له نهود او نتجه الى تهويد ده الحضارة المصرية. الحضارة المصرية اعظم واكبر وارقى من ان انا اقذل بها في الجب ده. الجب بتاع اني اهودها. وقالوا وسط اليهود اقالوا وسط المؤرخين العرب قالوا على راسي. ولكن اش دعو انهائي. اليكسوس هم ببساطة جدا كلمة حكام اجانب. اسم ظهر في الدولة الاديمة وفي النسوس الدولة الاديمة ارتبط او بالعامة او العامة او العامة حدود الشرعية. والناس دول بدأوا يتحركوا ويقربوا من حدودها. استغلوا سوق الاوضاع. هم جم ليه؟ جم نتيجة هجرات قامت من اسيا الصغرى. الهجرات دي من اوسط اسيا الصغرى. راحت على الانادول. زقت قدام. زقت حسيين في حتة. حوريين في حتة. اموريين في حتة. يعني كل ما بتزوق البدوة او الحاجة او الهجرات اللي جاءة على الحدود بتتزق تدخل بلد بتاخد طبيعة البلد وبتعيش بنظامها وبتبدأ تتحرك معهم. من هنا بدأ الناس دول دخلوا الى مصر واستغلوا صغيروا الاوضاع اللي بدأ نتيجة للصراع اللي حصل في نهاية الوصد 13 ووصد 14 اللي بنسميه الصراع اللي تكلمت عنه النصوص اللي بيسموها نصوص اللعنة وتكسير الاثار. وبدأوا يجب. ومانيتون قال في عهد سلاتيس لا قدر كيف عصف بنا غضب الرب. وقاتان غزاء من الشرق. وقاتان احد الملوك. يسمى سلاتيس حتى الدكتور صالح الله رحمه الدكتور صالح كان من الملوك يقول هل هي سلطان هل هي الكلمة ان يكون التعبير عن معنى الحاكم الكبير وهدموا وثبوا بهدلونا ونزلوا من مقر الدخول حدود نشرية نزلوا على حوت وعرت اللي هي اواريس اللي هي المنطقة اللي كان زبان بالرائح دماغنا من اقام منطقة وغيره نوت ان هي منطقة تانيس صن الحجر ونخلاص. لغاية تم حفار المعهد النمسا والحفار اللي اللي اشتغلت طلعت اواني فخار جعرين اختام عليها نموز هندسية اشكال اثامي خيان ابي يعقوب هير ملوك اثامي مش بتاعت اثامي جاية من اثامي امورية واثامي متحركة في منطقة الشام واسيا الصغرى ابتريت اقول ان الناس دول قبما استقروا في الاماكن دي لما لقينا ادوات حيومية لقينا العصر البرونز بيبدأ البعض يقول لك ولقينا كمان هيك الخيول اصدق خلونا الخيوط آسف هما معرفونيش الخيوط هما ربما استخدموها بشكل حربي انا معرفوش طب ليه انا عندي بوهن في القصة الحدوى عشار امري مطلع لي من بوهن من القصة الحدوى عشار امري مطلع لي من بوهن مطلع لي منها ايه مطلع لي منها هياك الخيول المصري كان عارف الخيل وبيتفن وبيتعامل معه بل انه في العصر متأخر استعمله كتميمة كمان بيظهر معاه التعبان زي بعض التوابيط الزرد النقش اللي موجود في مدحف ليفربول اذا الناس دول استغلوا سوء الاوضاع دخلوا عشان كده دايما بقول ان هما زي داعش يعني ناس تدخل تقعد تأمل حاجة وممكن لما تقعد يعني بعد ما خرجوا من مصر ومشوا يعني ما بقاش في دولة ليا وبين يعني الحسيين لما دربتوا وتخنيت معاهم وخرجوا ايه اللي حصل بقيت هلاكت القيمة بالحسيين ورمسيس التاني بعد ما حاربهم في قارش عمل معهم واحدة في 2021 في دولة في حضارة في ده لكن دول مفيش دول خرجوا وانفردوا وانفرج يعني اتفرقوا تاني بالشكل بتاعهم طيب الناس دول اتحركوا دخلوا اتخذوا الاله ست مع بودليون انا بميل ان انا اقول الاله ست لاني عندي لوحة جميلة جدا في المتحف المصري اللوحة دي اسمها لوحة ربعمية عام دي فيها رمسيس التاني بيقول فيها انه بيحتفل بمرور ربعمية سنة على بداية عبادة ستة في الدلتا وبيجدد لوحة من ايام حر محب ده ايه بقى عبادة ستة في الدلتا ربعمية سنة يبقى احسب القصة التمنتاشر اللي هي مع احمس وطلعت لغاية حر محب ورمسيتي الاول ورمسيستي ببداية حر محب اللي هو بيجدد بربعمية سنة بحسب المدة دي من الهكسوس لغاية ان الهكسوس لا ستمية سنة ولا الف سنة ولا الحضارة ولا العظمة ولا 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 ما يزادوش عن مية مية وتمانية سنة او مية واربعة سنة باي حال من الاحوال وجودهم في مصر لما دخلوا مصر واستقروا في الدلتا بدأوا مصريين بدأنا نعيش بطريقتين زي ايام الإنجليز ناس تقول برافو احنا معاكم وناس تقول لا اللي معاكم بدأوا يدخلوا معاهم وبدأوا يتواجدوا وحلشان كده لاينا التعبير يبدأي يظهر في الكتب ما نسميه الهكسوس الكبار او ما نسميه الهكسوس الصغار الهكسوس الكبار والصغار وكسوس كبار وكسوس صغيريين صغيريين دول قد يكونوا المصريين اللي بيتعاونوا معاهم وبيصعدوهم وبيقفوا جنبهم ولقينا اسامي بدأت تظهر لقينا سؤسر الذراع عاوس الرها فين بعال احتلوا مصرا وعملوا باهديلونا فين؟ في خيان في عقوب لاقت لهم أثار وصلت لمغداد وكريت بغداد وكولب وكريت في البغداد يمكن القصر بتعمل النقش بتاع احد الملوك اللي هو خيان موجود في المتحف البريطاني دلوقتي لاتلهم اثار في كرمة في النوبة لقيت اثار في حدود فلسطين كل دي ما قدرش يقول ان اليكسوس توسعوا دتجارة كده مجموعة من المصريين اللي بيتعاونوا مع مؤكدات اجزهم بده لما بدوا هما اللي يخرجوا بالأثار ويوزعوا يبقى فيه نوع من التناغم الحضاري اللي بيقوم تجاري ليس اكثر في الوقت ده كانت مصر بترفض هؤلاء الحكام فين؟ في الصعيد وعشان كده ارجو ان احنا نصلح معلومة مهم ان اليكسوس لم يكون احتلال اجنبي كامل على مصر كانوش احتلال كامل ولا احتلال كبير ولا ناس عملوا ناسهم هو جزء المصر سعيدهم مصر بقى القصة 16 بقى في الصعيد الملوك اللي هناك او الحكام اللي هناك امتد انفوذهم لأبيدوس وقالوا ان احنا نصل القصة 13 وكتبوهم في المؤرخين القصة 17 تخيالوا انا بتكلم علي تلات اسرات 15 16 17 بيحكموا مع بعض ان ذا سين ممنت في نفس الله كل واحد بيقول عن نفسه انا ملك النص الاول من النص السبعة او المجموعة الاولى هادية ومتعاونة او ايش متعاونة رفضة بس الرفض السلبي الثاني سقن الرعاة سقن الرعاة قالي بقى هنبدأ نشتغل هنا على بردية سليه بردية سليه دي مهمة اوي لان البردية دي عبارة عن نص الدرس ولد ولد بيكتب درس في حصة فالولد جاء على ظهر الكراسة بتاعته ورح كاتب على الكراسة بتاعته الحدوتة زي ما احنا بنيجي على كراساتنا زمان في المدارس لو حضراتكم فاكرين ونكتب اللي احنا الارشادات اللي بعدنا بيتاري عليها اللي دي يقول لك انت بتتكلم يا عم هي الكراسة شغلتها ومشا عفية زمان كانوا بيعلمونا كده يحط على الكراسة من وراء ارشادات الولد كتب عليه قال كانت مصر تحت وباء تحت وطئة الايادة الوباء الطعوم اللي هم الاجزرس ولم يكن هناك ملك واحد يحكم مصر كان سقن الرعاة يحكم في طيبة وباء ووباء ووباء من العامه يعيش في الشمال وكان اسم ايبي تعصب لست اقام له معبة بينما تعصب سقن الرعاة لامون اللي حصل بعد كده ان ايبي حاكم اليكسوس اهد مع الناس اللي معاه وقال لهم حيلة عشان اعرف الراجل ده بيعمل ايه فبيقول لهم ايه وفقا للبرده لسوف نرى قدرة ربها الذي يحتمي به وهو الذي لا يعتمد سوى على امون رعاة ملك الارباب تحبيل حلوه اوي هو الراجل بيكترية عليه يعني بيقول لك ايه يوريني الواد هو بيكتب فالواد كتب وهو الذي لا يحتمي الا بيامون رعاة ملك الاكسوس ما قالش ملك الارباب لكن الواد كتبها عارفين زي ايه انا كمسلم او الدكتور باسم او احد من اخواتنا مسيحي لو حد النهاردة او يعني كتب اص او كتب ياسب او يهين احد رموز الديني وانا بكتب الكلام بتاع الراجل حاليا نفسي غازي انا بقول ايه المحمد عليه الصلاة والسلام حنسا الولد عمل كده الولد عمل امون ملك الارباب اشتغل وبعت له الرسالة ياعي الشهيرة اللي انتوا عارفينها سكت صوت فرص النهر فرص نهر ايه ما انا عرفت لكن لقينا ممية سكن الرعب الخمس خبطات اللي فراسه والقصة اللي مات بيها الراجل لكن وجه خبر الرعب اللي هو كاموس جه ابدي سكن الرعب مساعدة امه وجدته واستطاع بسرعة انه يقضي على الفكرة دي ويجمع المصريين تاني من خلال ثلاث لحات برضو نص الطالب بيقول ايه قاعد فبيحكي مع الاصدقاء بتوعه وهو ملك وكان زي ما بيقوله النص كان الملك المحترم الفاضل وجه خبر الرعب فواحد من بيقوله بيقوله لو الهكسوس دول انا قاعد ازاي وبحكم واحد اسياو في الشمال ويقنوبي في الجنوب فقال له تعبير حلو قوي قال له اذا جاء العدو سكتنا فرقنا حربنا قاولنا يعني انا استنى لما العدو يجيلي وحاربه وان شاء الله يموت على ارضي اخده واتفنه وعمله تمثال مهي مصر ومكبرة الغذاء على راسي من فوق لكن هو رفض الكلام ده وقال لا انا حقرب وخرج حتى نفروسي وحارب الهكسوس وضربهم وكاد ان يقضع عليهم لدرجة ان اللوحة بتاعته بتقول ان كانت الستات بتبص من وراء المشربيات بص من وراء الشبك الحامل بتجهد يعني حفظ في التعبير البلدي بتاعنا كده اللي كنا زبان نقوله في الريف تقطع الخلف سكن الرعب قال ابحرته لاخر القوات الحكاة خسود طبقا لقرار امون خلاص نشغال ببعض تفويد من الاله تفويد من امون طلب المتجاي لكن ما كملش لكن كانوا الهكسوس في المرحلة دي يترنحوا خلاص عشان كده لما تنقل حكم الاخوه احمس استطاع ان يقضي عليهم طيب مين اللي يقضي اللي بقى عليهم يحكي للقصة انه ودهم لشرحون اللي هي منطقة تل العجول اللي في جنوب غزة احمس ابن يبانا في مقبرته في الكاب احمس ابن يبانا بيحكي في مقبرته في الكاب حدو تكمل ويقول ان هو هزمهم وحصرهم وان الملك انتقم وهجمنا حط وعرض وطردناهم وحصرناهم وابتدى يحكي في كل مرحلة ازاي كانوا يحصل وياخد هدايا من الملك من الدهب وهيه اتخرج الهكسوس من مصر وانتهى تواجدهم بالكامل وتشرده ومصر حققت مكسب مهم جدا 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 من المحنة دي ايه المكسب اللي حققته مصر؟ ببساطة جدا وبين كسين مصر اصبحت دولة لها جيش مشا ان حم اس جيش جلالته اصبح هناك جيش جلالته او الجيش الخاص به الملك الجيش اللي بالملك هو القوة بتاعته اللي الملك بيأسسه يعني بالبلد بعض الناس يقول لك عندنا جيش قبلية ووني تقول عليه فلان تقول كل ده جيش لكن ما عنديش مؤسسة عسكرية تاخد الطفل يدخل الجيش يتقاد يبقى ظابط يترقى يبقى يتخصص أسلحة ألاقي انداد وتموين ألاقي مخابرات ألاقي السلاح فرسان ألاقي جيش رماية ألاقي التأسيمة دي كلها بدأت تظهر عندي في جيش جلالته او جيش الملك او جيش مصر مشع انكمت اللي استمر من هذه المرحلة واحد من أعظم هو أقوى جيوش الدنيا واللي فعلا استطاع زي ما قالته حطموس الثالث انه يجعل من مصر نبت اتجر سيدة الكون او ام الدنيا شكرا جزيلا ده باختصار كان محاضرتنا عن الهجسوس بشكركم وأتمنى يا رب نوفق للخير وألقاكم في فيديوهات تانية قريبا بإذن الله سلام عليكم اشتركوا في القناة